تحت رعاية سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض انطلقت النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي يستمر حتى الثامن من ديسمبر الجاري ويضم معارض الشوكولاتة والقهوة الصناعيين وأصحاب المتاجر والمحلات والمهتمين ويسلط الضوء على أفضل المعدات والخدمات والمنتجات من المنتجين والموردين الإقليميين والدوليين ويوفر للعارضين منصة مثالية لبناء شراكات مثمرة وتطوير علاقات تجارية طويلة الأجل وقال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة ان افتتاح النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة يأتي ضمن التزام الهيئة بدعم المبادرات التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني حيث يستعرض المعرض مشاريع عديدة في هذا القطاع الذي يستقطب محبي القهوة والشوكولاتة من داخل البحرين وخارجها وأضاف سعادته بأن المعرض يستقطب العارضين للمشاركة من مختلف أنحاء العالم كما يوفر فرصا جديدة للاستثمار وهو المنصة المثالية للترويج لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة وإثراء مساهمة القطاع السياحي في نمو الاقتصاد الوطني تحقيقا للرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين ترجمة نانسي قنقر